قعدت افتكر انا طفولتي انا كنت طفلة شائية جدا فقعدت افتكر النقلة اللي حصلت ما بين طفولتي وما بين دخول الانوسة وعملت الفيلم بيدور في اربع هو عبارة عن اربع ايام في حياة طفلة صغيرة بتابلغ وهي بتلعب مع الاطفال في الشارع ففاجأة بيحصل تحول من الاسرة تحول كله تفاصيله اللي هو ما تلعبيش مع دو ما تنزليش لوحدك اخوكي مش عارفة ايه ما تعليش صوتك وعودي كويس رجليكي كله هو ملوش اي ترجمة غير ان الانوسة شيء مخيف فكانت دي كانت الحكاية فلقيت ان احنا مجتمع فعلا بيربينا على انه نخاف من انستنا مش نعتز بيها وفي نفس الوقت بتربي الام بتربي اخوها الولد على الاعتزاز بالرجولة طب هل حدث التطور في السنوات الاخيرة في تلك النظرة يعني برضو طبعا حصل التطور اكيد برضو سببه زي ما قلنا كده انه في ثورة اتصالات حصلت وفي تعليم افضل هل انعكس ده في الفن في الاعمال الفنية اه انعكس طبعا كتير لانه هل عبرتي يعني ايه اكتر عمل بالنسبالك حاسيت انك عبرت فيه عن تلك الافكار اكبر عمل هو انا اصلي ما بحبش افصل موضوعاتي ما بحبهاش تبقى خاصة بالمرأة بس يعني دايما نقول انا مش بعمل افلام نسائية انا بعمل افلام عن المجتمع المصري من عين امرأة لكن الشاغل بالنسبالي هي مركب ده بتاع المجتمع المصري ده بكل مشاكل وكل تناقضات واصلوها كمان مجتمع فيه تناقضات يعني جمدة جدا وانا حظي ان انا الطبقة وسطة فالطبقة الوسطة دي مزيتها ان هي عين على تحت وعين على فوق ففيه كم من التناقضات شديد جدا